اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تضغط عليه هيجيبك هنا هيلاحظوا معايا عندك الزرار هذا تيجي هنا في اليسار تيجي على اليسار هنا وتنزل في المكان هذا هنا بعد كده تنزل هنا هيلاحظوا معايا ثواني تسوي درجة على تحت واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة بعد كده ارضية لاحظوا فين بينينا عشان تعرفوا تمام بعد كده تيجي هنا تلاقي الزرار تضغط عليه هيرجعك ويبدأ يحسب معاك الـ XB خلنا نشوف كم حيطينا تسعة وثلاثين واحد واربعين اتنين وخمسين طلاتة طيب هذا اول لفل وممكن حيطينا اللفل الثاني ثواني ايوه هذا اللفل الثاني واللي الساعة مستمر حيطينا ممكن اللفل الثالث ثواني كمان ايوه تقريبا لفل الثالث يعني تقريبا ثلاثة لفل طيب احنا رحنا الزاوية اللي في اليمين الآن نروح الزاوية اللي في الشمال تبني نفس النظام ده لا واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة طب حيجيبك هنا هيلحظوا معي عندكم هنا كبينة الهاتف تطلع هنا بعد كده تطلع هنا بعد كده تيجي عند هذه شايفين هذه تبني هنا واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة تضغط على المربع هيرجعك ثاني مرة ويبدأ يحسب معاك الـ بي طب كده غلقنا اللفلة التالت هيلحظوا معي احنا سوينا في اليمين وفي الشمال الان نسوي في اليمين من الناحي هادي بس ما تبني هنا المسبح تقطع نص شوفوا احنا جينا من هنا تيجي هنا نفس النظام ده وتنزل في المكان هذا تنزل بعدين يمين هيجيك بوابة تدخل البوابة بعدين تلوف شمال الان ما يجيك البراميل حق الشراب تيجي فوقها هنا تلاقي المربع تضغط عليه طيب نرجع ثاني مرة لنفس الموقع دواني ممكن هيكمل معنا اللفلة الرابع هيكمل معنا اللفل الرابع دائما بين الجليتش والجليتش حاولوا تنتظروا لما يوقف معاكم الـ XB عشان لا تلموها على بعض هيكون الـ XB مرة قليل فحاولوا زي كده تنتظروا لما يوقف بعد كده تكمله هيا هذا كده وصلنا للفل الرابع طيب نضغط طيب رجعنا هنا اول مشينا من هذا المكان الان تيجي هنا تطلع الدرجة هادي شايفينا تطلع اول دور وهذا الدور الثاني طيب تيجي هنا تطلع من هنا تلوف يمين في عندك هذا شايفينا هذا توقف عليه هيطلع لك مربع ثواني خلنا لوف الان ما يطلع المربع ايوه شايفينا طيب بعد كده ترجع علشان نرجع ثاني مرة للماب ثواني من هنا تنزل من هنا بعد كده تنزل هنا ترجع عند الزرار عشان ترجع ثاني مرة تمام طيب احنا خلصنا ثلاث مواقع في عندنا الموقع الرابع اللي هو في الزاوية الشمال الزاوية اليمين شايفين من هذه الزاوية اليمين طيب نطلع هنا واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة نضغط على المربع هيجيبك هنا طيب وانت واقف هنا امام الزرار تاخد يسار هيجيك المحل هذا شايفينه تدخل من هنا حتلاقي نهاية القارب هذا او الزورك ده الصغير تطلع هنا ثواني تمشي بشويش هيطلع لك المربع شايفينه تضغط عليه هيرجعك ثاني مرة ويبدأ يعطيك الاكس بي طيب خلاني شوف كم هيعطينا طيب احنا نسوينا جميع المواقع الان نيجي الموقع اللي في اليسار شوفوا لاحظوا احنا واقفين هنا في الموقع اللي في اليسار طيب تيجي هنا هيلاحظوا معي من الزرار هذا تاخد يمين بعدين شمال تمشي على طول بعدين شمال يجيك النزلة هادي تنزل منها بعد كده عند الكنتينر هذا تدخل داخل الكنتينر دبل الكنتينر ما تدخلو في عندك العربية هادي شايفينها ترفع شوية اهي شايفين الزرار تضغط عليه حيرجعك ثاني مرة طيب اخر موقع اللي هو الموقع اللي في اليمين شايفينه اللي هو اول مكان سوينا في طيب هيضلوا شغال معنا خلا نشوف كم هيعطينا ممكن هيقفل اللفل الرابع والخامس هذا تقريبا الرابع من در الخامس طيب خلا نشوف كم حينتهي طيب نضغط الزرار هايجيبك هنا هيلحظوا معايا تيجي هنا وانت واقف هنا في اليسار تنزل من هنا تنزل الدرج وانت ماشي هنا شايفين الكنتينر الابيضة تنزل عنده تدخل داخل الكنتينر هتلاقي براميل الشراب فوق براميل الشراب هتلاقي الزرار شايفينه تضغط عليه هيرجعك وهذا كان آخر موقع للقليتش تقريبا القليتش هذا اعطينا خمسة ليفل ممكن انت يعطيك اكثر وممكن اقل يعني ممكن هيطيك ثلاثة اربعة او خمسة او ستة ليفل تمام ان شاء الله يكون القليتش عجبكم وحاولوا تنشروه في كل مكان عشان الكل يستفيد كده وصلنا لنهاية مقطعنا اتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الاتم شب اكس تو اكس تو واهم شي لا تنسوا تدعم المقطع بلايك وان شاء الله نتقابل مقطع آخر وفامان الله اشترك في القناة